أهلا بحضراتكم من جديد بجد بقى انتوا عايزين ايه؟ ده كلام لازم ان نمسكه بيه بعضمة لسانه وهقول لكم ايه؟ برسيتاو اللعب اللي الاهلي جابوا بالشيء الفلاني للأسف هيغيب عن الاهلي من خمس لسبع شهور ده كلام فاجئنا جدا كلام خطير للبلدوزر الكابتن مجد عفغاني نشوف ستاو كل شوية يتعور تعويره تقعده ست شهور وسبع شهور وخمس شهور وانا قلت من الاول ان انا عندي معلومة ان الرجل ده عنده اصابة مزمانة فيا جماعة اللعيب قبل ما ييجي بتعمله اختبارات ليقى بدنية والرسم قلب وبال انتم تجيبه اللعيب عياد وعنده القلب وما تكشفوش عليه وبعد جدا تكتشف انه عياد وتدوله عقده هي مش مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين والغلابة والمرضى لا تعالوا بقى انا عندي خبر بيقول حسام غالي يطلب التحقيق في اصابة برسي تاو والطبيب يوصي بسفره الى قطر يا سلام يا سلام هنعالجه كمان يلا خلينا نعالجه ماشي او ناخد ثواب هيغيب من خمس لسبع شهور وفي تحقيق فيه وحيسافر قطر ونصيبه سوداء ده الكابتب مجدي وكمان عمر الدردير مفوت هاش نشوفه ستاو ده لغة رتم انا مش فاهمه ظهر بمستوى كويس يعني معناته اقلا مع الاهل وفجأة اصابة في العضلة الامامية قاعد شوية رجع حسيت انه مش مش هو ده برستاه مستوى منخفض جدا فالاهل بيفكر كان يقعدوا على الدكة فجأة قالك لا ده عنده اصابة ومش هيقدر ينزل التمرين بعد انقامت الدنيا عمله اشاعة طلعت الاشاعة ما فيش حاجة ما عندوش حاجة نزل النهاردة التمرين واتمر لا يعني ايه الموضوع بالزبط فيها علامة استفاه هو ممكن يكون كان عايزين يريحوه بس عايزين يجبوها من غير ما يقولوا هنريحو فعايزين يقولوا لأ ده جاءت لأصابة فعشان كده قاعد هو عمتا اي بني آدم يعني هو نوع من الوع اي بني آدم بيجي له اصابة اللعب اكتر واحد بيحس بالاصابة فيقول انا مصاب فتيجي الاشاعة سليمة فينزل التمرين دي حاجة غريبة لان انا لو مصاب انا كخالد الغضور حاس ان انا مصاب مش انزل التمرين مش انزل التمرين مش عادرة ده انا عندي اصابة يعني فحتى لو اشاعة جات سليمة لا هقولهم انا حاسس انا عندي اصابة لكن انا مصاب مش قادر فروح اعمل اشاعة الله ده انا سليم طب انزل بق يعني كلام لا منطقي يعني لا ما فاش منطق خالص انا مش بتكلم لان في النهاية هو المرجح ان هو كانوا عايزين يقعزوه دك لان مستقوه هوابط بقى له فترة وافعل لك مصاب على فكرة عايزلك على حاجة انا مع الكابتن حسام غالي اللي الكابتن مجد عفغاني قال لك طالب التحقيق الفوري وفتح التحقيق وكمان مع زميل عمر الدردين انه المسألة لغارت ملغز كبير عارفين ليه لانه الراجل اللي هيغيب من خمس لسبع شهور واللي بيمس اللغارت واللي الاهل يعاني دافع فيه الفلوس زي ما يكون دفعها في مؤسسة خيرية ولعب عنده ازمة وعنده اصابة مزمنة هو نفسه بيرستاو اللي هو ده اللي هو ده في التمرين النهاردة اللي موجود في القايمة التمرين يا شوارب بعد ازنك شكل التمرين بالكامل شكل التمرين بالكامل اللي بيرستاو له واحده وهو بيتمرن مع كل زميله ده اللغارت وده اللي بيتمرن دلوقت النهاردة وده خل المعسكر وده اللي في قايمة المباراة تحت امر المدير الفني يعني لا راح قطر ولا هي مؤسسة خيرية ولا اصابة مزمنة ولا لغارت ولا غياب سبع شهور ولا حتى سبع ساعات قلولي بالله عليكم تسموا الاعلام ده ايه ايه ده بقى فيه اتهام وفيه تحيات وفيه اهدار مال وفيه حاجات كتيرة جدا وفيه لغارت والناس ديها لازم ان يتكشف عليها والناس دي لازم ان يتحقق معاها ايه ده بقى شوف انا لا قلوم مع الأستاذ عمر الدرديري ولا قلوم الكابتن خالد انهم بينقشوا موضوع لا يعنيهم هم الاتنين لانهم مدوش هذه العناية ها للعبهم حكا اصابة باللاتيني كده مش عارفين نقولها ازاو لانها في التمرين تاني يوم مهتموش بالحكاة دي ولكن نشكركم على اهتمامكم وقلاءكم عن نادي الاهلي ونحب نطمنكم ان الرجل في التمرينة هو الاهلي هو اللي طلع قال بيرسي تاو مصاب بتمزق وحيغيب عشان تقولوله يا كداب ما هو في التمرينة هو ما حصلش من الاهلي حاجة من دي الاهلي من حقه ان لما اللعيب يشعر بارهاك يقولك اللعيب مرخ شوف لنا دكتور دكتور يعمل احتياطاته ينزل لا سليم كامل تمرينك مش هقعد ان انا كل موضوع الفة على الاعلام اشرحه كم لانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانو